أنا أعتقد المشكلة اللي صارت في جاعة العلوم التطريقية مشكلة بسيطة جداً لأنه بأميركا كل يوم بصير في الهاي سكونك فوت واحد لتباح له عشرين واحد لا القانون ولا الإنسانية ولا تراثك الأخلاقي يؤيد ما ذهبت إليه يا سيادة رئيس الجامعة فإن كنت ترى في قتل طالبة بالرصاص في الحرم الجامعي مشكلة بسيطة جداً فإننا نحيلك إلى شاعر وفارس عربي رأى أن لطمه خد زوجته إنما هو لؤم لا يغتفر لعمرك أني يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر جد لئيمي ونزيدك يا سيادة رئيس الجامعة أن هذا الشاعر عبيدة بن هلال اليشكري حوكم في مجلس قطري بن الفجاءة بسبب تحرشه بامرأة كان ذلك في القرن الأول الهجري فما بالك بقرن الحقوق المدنية في الألفية الثالثة بعد الميلاد ومع انتشار جرائم القتل والعنف في المجتمعات البشرية الحديثة والعنف ضد المرأة على وجه الخصوص برز سؤال لم يكن متوقعا عن دور الفن في تصعيد العنف وتكريسه في وعي الناس ولا وعيهم ويبدو السؤال مستهجنا للوهلة الأولى لأنه يتناقض مع جوهر الفن وقضيته باعتباره عالما موازيا وجد ليوسع العالم لا ليزيد قبحه وظلامه إلا أن نظرة عامة إلى السينما والدراما العربية والعالمية تكفي لتوضح مد صحة هذا السؤال ومشروعيته من السينما الأمريكي الحافل عبر تاريخها بالعنف ومفرداته جميعا إلى دراما البيئة الشامية المثال الأوضح على طحن المرأة وتهميشها وإخراجها من دائرة الفاعلية والكفاءة الإنسانية إلى تصنيفها متاعا من جملة متاع الرجل سي السيد الذي صنعه نجيب محفوظ رمزا للتسلط المطلق إذ لا تبدو المرأة حتى مكملا له وإنما شيئا من أشيائه كنت بعرفة مشي يعني لسان في أماكن مأفولة أو شارع دائية أو كده أكيد ذا خاف يعني وإذا عدنا بالذاكرة إلى قصة الشعوب الأشهر ألف ليلة وليلة سنجد خلف حكاياتها المسلية ملكا كان يقتل زوجاته بعد ليلة العرس وما حكايات شهر زاد التي أمتعت البشرية كلها إلا محاولة للتخلص من سيف شهريار أو تأجيله ليلة بعد ليلة ومدام الكتاب مفتوحا فلنضف إليه قصة الأغنية التي تحرض على الفتاة التي ترفض حبس السيد وكذا الأفلام التي لا يقبل بطلها من الأنثى إلا الطاعة العمياء ماذا وإلا فإن البطل سيخرج من الفيلم إلى الشارع ويتسلل إلى الحرم الجامعي ويذبح الفتاة التي تجرأت على رفضه أو سيطلق على رأسها خمس رصاصات أو سيخطفها ويشوه وجهها قبل أن يدفنها في مكان قصي من صحراء الحكاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر